انشغل قطاع كبير من المصريين خلال الأيام الماضية بالجدل الدائر حول ضرب الزوجات وما بين المشروعية الدينية والنصوص التشريعية اختلف علماء الدين وخبراء القانون حول حماية المرأة من بطش الرجل وبعيدا عن الدين والقانون هل تسعى المرأة بنفسها للحصول على حقها الذي يمنع الزوج من الاعتداء عليها أم أنها تقبل وترضى سواء مجبرة أو مضطرة الحديث عن هذا الأمر معي الأستاذة نجوى رمضان الرئيس التنفيذي لمؤسسة إدراك والذي أصدرت مؤخرا تقريرها السنوية بخصوص جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء فأهلا بحضرتك أستاذة نجوى أهلا وسهلا بك في البداية أستاذة نجوى مرست جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء التابع لمؤسسة إدراك أخرج أو أصدر تقريره السنوي اللي قال فيه أن ارتفعت أرقام العنف ضد المرأة بواقع 814 حالة عنف منهم 296 جريمة قتل في الأول إيه الألية اللي اعتمدتموها في هذا تقرير ثم نفسر بعد ذلك الأرقام هو تقرير المرصد أو إنشاء المرصد ذات نفسه بدأنا في 2020 بناء على أننا كنا ندور على بيانات محدثة عن جرائم العنف وما كناش لقيين غير المسح السكاني الصحي في 2014 وبحث التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في 2015 وطبعا دي مدة طويلة جدا لما حصلش فيها أبحاث عن العنف فقررنا إنشاء مرصد جرائم العنف وكانت تزامن مع الإنشاء هو فترة جائحة كورونا وفعلا أنشاءنا المرصد وبدأنا نرصد الجرائم العنف وكانت اعتماد الألية اللي اعتمدنا عليها في الرصد كانت الحوادث المبلغة عنها المنشورة إعلاميا وبيانات الإعلامية للمكتب النائب العام والداخلية وبالفعل لقينا طبعا في 2020 النسبة كانت عالية جدا وقدرنا نطلع منها مؤشرات كبيرة جدا اشتغلنا عليها واشتغلنا منها حمالات توعية وضغط وكمان تواصل معنا عدد كبير من الباحثين الاجتماعيين كانوا بيطلبوا مننا إن احنا نوسق فترات سابقة عن 2020 كانوا حابين يعرفوا الجرائم في 2019-2018 وكان ده فعلينا إن احنا نستمر لأن احنا فعلا حسينا إن فيه جاب كبير وفجوة كبيرة في البيانات والإحصائيات اللي متعلقة بالعنف ضد النساء والفتاة يعني الآلية قدر أقول إن الآلية اللي اعتمدتوا عليها هي ما صدر عن بيانات النائب العام المكتب الإعلامي للنائب العام وأيضا الصحف والجرائم الصحف عفوا والجرائد المصرية التي تحدثت عن حالات العنف اللي أبلغ عنها مظبوط كده؟ رسميا احنا معتمدين على المبلغ عنه رسميا ومنوهين على ده في أول التقرير وقايدين إن ده حالات اللي المبلغ عنها رسميا وإحنا عارفين إن الحالات على الأرض قد تكون أدعافا اللي ما بتوصلش لمرحلة الإبلاغ اللي سواء بالجن على صفحات التواصل الاجتماعي أو بتيجي المكتب الشكاوي في المجلس القوم للمرأة أو بقية المؤسسات اللي عاملة في مجال العنف ضد النساء كيف قرأتم هذه المضاعفة في الرقم من 415 ل 813؟ الباحثين اللي عند حضرتك فسروها إزاي؟ ها هقول لحضرتك دلوقتي النسبة تضاعفت نتيجة أكتر من عامل قد يكون العامل الأولاني هو زيادة الحراك النسوي اللي حاصل بدفع المعنفات إن هم يبلغوا والتاني حاجة إن بقى فيه دلوقتي وحدات رصد ليه علاقة بمكتب النقب العام بقى الفيديوهات المتصورة يعني خلينا أقول كمان إن من العوامل اللي ساعدت إن النسبة تزيد مش إن بس حالات العنف زادت لا ده هو كمان حالات الوعي اللي ليه علاقة بضرورة الإبلاغ عن قضايا العنف زادت عند النساء والفتيات ساعد كمان السوشيال ميديا في الضغط في التاحة الفيديوهات على السوشيال ميديا دي قدت مساحة يحصل ضغط مجتمعي الاستحداث الألية اللي استحداثها مكتب النقب العام الخاصة بوحدة الرصد اللي بيتم التحقيق فورا في الفيديوهات المنتشرة اللي هي علاقة بحوادث العنف الكاميرات انتشار الكاميرات والقانون اللي ينزل اللي هي علاقة بالمحالة التجارية بيبقى فيها كاميرات تقدر تسجل الحوادث السرقة هي أفادت كمان في الملف ان هي بدأت تسجل والناس بدأت تروح تبلغ على أساس الفيديوهات المسجلة ده كله عمل حالة حراك طبعا وطبعا الحملات الضغط والمناصرة اللي بتعملها ومناصلات المجتمع المدني النسوي ده كله ساهم ان يحصل حالة من الرغبة في الإبلاغ وفيه كمان ايه أنا عايزة أقول لحضرتك كمان ان فيه استحداث في الجرائم يعني فيه جرائم بدأت تبقى جديدة زي مثلا الجرائم اللي احنا رصدينها حالة الرميم البلكونة يعني عندنا 28 حالة عن السنة اللي فاتت مرمية بالبلكونة يقولك بتنشر غسيل وكده هي بتبقى جريمة قتل وفي الآخر لما نيابة بتحقق بتبقى جريمة قتل ففيه عندنا جرائم جديدة حصلة وكمان عندنا معدل عالي أو السنة دي رصدينه ليه علاقة بجرائم ضد الطفلات قال لي من 18 سنة حتى معدلات الانتحار احنا عندنا طفلتين منتحرين 11 سنة بس ازا نجوة انتو مهتمين اكتر بالارقام اكتر من انك تشرحوا الظاهرة بس احنا بنرصد الارقام وبنحيل كمان الارقام دي اسبابها ايه يعني بنعمل جلساتنا احنا عندنا في اليوم العالمي للمرأة عاملين جلسة مع عدد من الباحثين نقاشية نقش فيها الاسباب اللي قدت يعني احنا عندنا 100 حالة انتحار ومعظمها بتبقى بحبة الغلة احنا بيحتاجين يعني بنعمل بنرصد الارقام وبعدين بنشوفها في اطار القوانين في اطار التوعية في اطار الحملات المفروض نعملها يعني بنرجعها اكتر للحلول من ضمن التقرير او الارقام اللي جاءت في التقرير جنس مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والفتاة التقرير قال انه 86% من الرجال و 6% على يد امرأة يعني امرأة قتلت امرأة اشرحيلي النسبة دي هي بتبقى مشاجرات ما بين النساء والنساء مثلا على يد الجارة على يد الاختة او الام يعني فيه بتبقى الحوادث يعني مرصودة على الاساس ده بس غالبا بتبقى جارة او صديقة يعني فيه جرائم بتبقى على يد صديقة كمان احنا رصدين جرائم بتبقى مثلا زي الجاريم اللي حصلت تقريبا في دمياط اللي كانت عايزة تاخد الوظيفة بتاعتها فقتلتها صحبتها يعني بتبقى على يد نساء لنساء بس انا لفت انتباهي ان صلة القرابة بالنسبة للجرائم النسبة الاكبر للجرائم لا صلة لهم بالضحية دي كانت اعلى نسبة ثم تأتي بقى الزوج والاهل والترتيب اه بتبقى فيه جرائم بأساس ان هي بتبقى سرقة يعني جرائم ترصد او تبقى اختصاب يعني ما بيملوش علاقة بالضحية خطفها واختصابها يعني بتبقى كده دائما ما بتكون فيه قصص انتو بتقفوا الباحثين دائما بيقفوا عندها او بتكون شزة عن القعدة ايه ابرز القصص اللي انتو واجهتوها وكانت صدمة بالنسبة لكم هي تكون في مجتمع زي المجتمع المصر والله هي قصص الانتحار مؤخرا هي قصص موجعة جدا وقريب برضو الزوج اللي حبس وزوجته عشان بقاله اربع سنين حبس زوجته عشان الميراس واخد ميراسها وحبسها ومناعها من الحركة واشطلع لها شهادة وفاة فدي حاجة يعني بالنسبة لنا بنقف عندها كتير اربع سنين محبوسة وطلع لها شهادة وفاة واخد ميراسها وهو حبسها وبيعنفها في البيت ففي من الانواع دي جرائم كتيرة جدا والاخ اللي اخد اخته وجاب زهديكه عشان يختصبها عشان ياخد ميراسها لا فيه جرائم فعلا بقت مستحقة ان احنا بنقف اصادها مش عارفين نتكلم يعني التقرير السنوي اللي اصدرته مؤسسة ادراك ومفصل بهذا الشكل زي ما حدريك بتقولي اساسة نجوة المفروض بيذهب لأي جهة قال فقط بتكتفه بالنشر ولا فيه جهات داخل او مؤسسات داخل الدولة معنية بالعنف وتحليله وجرائم العنف داخل المجتمع المصري سواء بقى بشكل عام او ضد المرأة في اي جهة بتطلب منكو هذا الاصدار طيب احنا التقرير بتاعنا او ما بنصدره بنحاول ان احنا نعممه اولا ما بين كافة المؤسسات اللي شغالة النسوية اللي شغالة على العنف ضد النساء عشان الجزء الجغرافي بتاع اماكن انتشار العنف ده ممكن يساهم جدا عند كتابة المشروع او الاستهداف بالتدخلات ان هما يقدروا يساعدهم ان هما يقدروا يشوفوا ايه اكتر اماكن حصل فيها عنف ونقدر ننسى نعمل فيها شغل ده جزء من اللي بنبعثه حاجة بنبعثه للباحثين الاجتماعيين بيقدروا يعملوا دراسات مقارنة وبيعملوا اكتر استفادة في زي ما حضرتك سألت كده في الاسباب والعوامل وبنقدر نوصل اكتر لحاجات اجتماعية وبيفيدهم جدا الاحصائيات وبيطلبوها مننا تقريبا بشكل سنوي وبتنفعهم جدا في الدراسات المقارنة والزواهر والعنف خاصة العنف الأسري بنبعث طبعا للمجلس القومي للمرأة وعندنا تواصل مع مجموعة كبيرة جدا من النواب داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب بنبعث لهم التقرير على اساس برضو بنحب نلفت نظر صناع القرار لضرورة يعني على ظاهرة وجود ظاهرة العنف وارتفاع المؤشرات بحيث ان يبقى في تدخلات تشريعية لها علاقة بالزواهر المرسوطة جديدا يعني مثلا احنا بنحاول اليومين دول ان احنا نضغط من اجل القانون لان يجرم العنف الأسري لان زواهر يعني جرائم العنف الأسري هي اعلى نسب في تقرير 2020 وتقرير 2021 الشيء يذكر كيف رأيتم حادثة عروس اسماعيلية يعني بصي الوقع دي كانت وقعة يعني سيئة جدا صدمة جدا اللي عجبني في الوقع هو الرفض المجتمعي لها يعني احنا فيه عندنا حالة من التطبيع للعنف جوة المجتمع ان هو عادي في الصعيد البنت تتضارب عادي ان البنت يتخذ مراسها عادي فكرة الجرائم اللي قايمة على الشرف القتل نتيج جرائم الشرف وده بيحصل عليه كمان بياخدوا حكوم يعني عكوبات مخففة وفقا للمادة السبعتاشر في القانون لان مثلا بيبقى القب قتل بنته ويقول يتقال ان هو عنده أسرة مسؤول عنها فياخد مثلا عشر سنين في قتل بنته ويمكن حكم أخف كمان فبالتالي اللي عجبني في القصة هو حالة الرفض المجتمعي والاستنكار للواقع وده اللي احنا عايزينه أكتر لأن الشغل على العنف مش شغل قوانين بس وتغليص عكوبات قد ما هو شغل مجتمعي لرفض فكرة العنف ولفظه مش تطبيعه زي ما حاصل وان احنا نقصر التبهات بتاعة عادي ان الأب يضرب بنته لان احنا كده مش هنقصر دائرة العنف في المجتمع هتفضل السيركل تتلف والبنت اللي اتضربت هتطلع هي كمان بتدرب أولادها والاعمف هيفضل مستمر مستاذة نجوى رمضان الرئيس التنفيذي لمؤسسة إدراك شكرا جزيلا لانضمام على شاشة بي بي سي